ضمن حملتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا عمل شركة خير الجود على طرح منتج خاص بتعقيم اليدين الذي جاء كناتج للمشاريع البحثية التطويرية التي أجرتها الشركة في مختبراتها المختصة شركة الجود أو خير الجود هي مو فقط شركة مصنعة هي عدها حقيقة ثلاث مختبرات عدها مختبر الكيمياء مختبر البيولوجي ومختبر آخر هو مختبر البحث والتطوير العملية لا تتوقف على ما أنتجناها من مواد دائما نبحث ونطور منتجات ما تبعت هذه الأزمة من شحة عالمية بموضوع الإيثانول ومشاكل إغلاقات النقل وتلكع عمليات الشحن إحنا بادرنا على إدخال منتجات رديفة وفعالة جدا وقسم من عدها بالمناسبة كفاءته الإبادية على مختلف أنواع الميكروبات المنتج الجديد يعد فعالا في إبادة الفيروسات والميكروبات وآمنا حتى مع وصوله للأطعمة كونه يعتمد على مركب بيروكسيد الهايدروجين إضافة إلى تسويقه بأسعار تناسب المواطنين ذوي الدخل المحدود بيروكسيد الهايدروجين أو الأوتو منتجنا الجديد فعال جدا على الفيروسات بسرعة الإبادة مالتة وكفاءة الإبادة حيث أنه يقضي على الفيروس بفترة لا تزيد عن 5 ثواني مقارنة بالكحول الـ 70% اللي يقضي على الفيروس بفترة 30 إلى 35 ثانية هنا الفرق أنه في سرعة الإبادة تكون الفرق أو لصالح الأوتو النقطة الثانية كفاءة الإبادة لحد الآن ما ثبت يعني كل النشرات العيمية تشير أنه ما ثبت أي فيروس أو مايكروب يتحمل ويقاوم الأوتو أو بيروكسيد الهايدروجين بينما العكس قد أنه فيروسات أو بكتريا أو مايكروب قد يتحمل أنه يعبر من موضوع كحول الـ 70% الفترة الحريجة التي يمر بها البلد لمواجهة تفشي فيروس كورونا دفعت الملاكات المختصة في العتبة المقدسة إلى بدل أقصى الجهود من أجل تجاوز هذه المرحلة